تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالتوسع في تطبيق مشروع التمكين الرقمي في التعليم في مدارس المملكة وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة دشنت وزارة التربية والتعليم مشروع توظيف تكنولوجيا التعليم في برنامج صعوبات التعلم والذي سيستفيد منه الطلب من ذوي صعوبات التعلم في 173 مدرسة حكومية للبنين والبنات العالم كله وعى ما يحمله أصحاب الهمم من طاقات تفعل المستحيل رغم تعويق ما فرض نفسه وهذا لن يتأتى إلا من خلال دعم لا تؤطره حدود ولا توثق وثاقه معيقات دعم تأتي البحرين أنموذجا يحتذا به في رسم صورته وترجمته وبالتحديد عبر مجال تعليمي فعل المعجزات من أجل نهضة أبنائه الطلبة وخلق قصصا متهللة في بناء شخصية الطالب المعاق نفيدا لتوجهات سيدي حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ حفظه الله ورعاه بالتوسع في استخدام التمكين الرغمي داخل مدارس وزارة التربية والتعليم بعد النجاح الباهر الذي حققه مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل اليوم ندش أيضا مشروع خاص لهذه الشريحة من الأبناء سوف يساعدهم بشكل كبير وسوف يعمم على العديد من المدارس في مملكة البحرين الوزارة تنوع وتطور دائما خدماتها لهذه الشريحة من الأبناء انطلاقا من توجهات قيادتنا الحكيمة يحفظه الله ويرعاها التي تؤكد دائما على أهمية الارتقاء بمخرجات التعليم مملكتنا الحبيبة مقصرت حيأت لنا مجموعة من الطاقات الفريدة التي مؤهلة علميا وفكريا لمعالجة هذه الأمور ولمتابعة هذه الأمور لتحويل هذه الفئة إلى فئة طبيعية وهما ناس يعني طبعا معلمين متدربين يوفرون جميع الخدمات للطالب سواء كان وسائل بصرية أو وسائل سمعية أو نشاطات مختلفة لا ينبغي التقليل من شأن ذلك السلام الذي برق في حنايا أرواحهم التي صانت العهد مع تساد لم تثنيها الإعاقة عن صنع الوافر من الإنجاز أنا أول مرشدة كرمني وزير تبريد تعليم على دول الخليج همة وصليل إرادة لا يسمع صوته من مسافة كذا وكذا ولتستبين معه توقّد هامات لقامات لم تستكن لسطوة عيب خلقي رافق جزءا معينا من أجزاء جسمها الحركي أو الفكري بل استنفرت قواها من أجل تغيير أي نظرة مجتمعية تشكك بدورها المؤثر في معادلات التنمية كلاعب أساسي في حساباتها إجراء المقابلات وأتعرف على الناس ويعني بسرعة أكون صديقات جميل أنت شو بتحكي للطلاب الأسوياء؟ أنت مو معاقة صح؟ صح لا للإعاقة يوم المعاق العالمي بادرة حقوقية وجدت لترعى ولتؤكد على أن فئة المعاقين لا يمكن إلا أن تكون تحت مظلة المجتمع للجميع ضمن رؤية دولية تراهن على عمق الفائدة الآتية منها أقرأ قصص وحولت تقريبا ما يقارب أربعين قصة وأهدعتها إلى مدارس البحرين علشان أن أنم القراءة حق زملاء والزميرات المكفوفين تحتيت صفتة وحظة وللآن في صف أول عدماما بير خمسة وعشرون عاما مضت على تبني الأمم المتحدة ليوم عالميا خصص من قبلها لدعم ذوي الهمم هدفت من خلاله إلى زيادة الفهم العميق لقضايا الإعاقة وتوفير الإمكانات اللازمة لهم من أجل تحقيق أهدافهم النبيلة فضلا عن ضرورة عدم إقصائهم والإنصاط لما يحملونه من أفكار قد يعجز الأسوياء على الإتيان بها في تطبيق المبدأ جمالية وفي صدقية التعاطي مع أبطال الحدث جمالية أخرى ترتمي بأخضانها الواسعة قصة دأب مستمر على عيش الحياة بشكيمة المتصالحين مع ذاتهم الواثقين بجدوى أزرهم في تصطير حكايتهم بحبر خاص لا ينتهي معه سرد فصول إقدامهم بخطوات باقية لتلفزيون البحرين محمد رشادات